اشهد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم بامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات المعنية بالحكومة بقبول طلبات 236 من منسوبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد على ان تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الاضافية لتفادي اي تأثيرات سلبية على الصندوق وعرب معالي عن بالغ الشكر والتقدير لحرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب والتجاوب الكريم مع مساعي وتحركات السادة النواب في تحقيق كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب ان هذا الامر الكريم يعد استمرارا للنهج الحكيم من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والجهود الحثيثة لتلبية احتياجات المواطنين وتجاوز كافة التحديات التي يواجهونها من اجل الحياة الكريمة وتحقيقا للتطلعات الملكية السامية مشيرا معاليه لان هذا التوجيه الكريم الذي يراعي مصلحة المواطن والوطن معا قد ادخل السرور والطمأنينة في نفوس اصحاب الحالات في برنامج خطوة واسرهم وجاء تعزيزا وتأكيدا لحرص الحكومة على ضمان معالجة الامور وتوفير الحلول المناسبة وفق رؤية قانونية واعتبارات واضحة في دولة القانون والمؤسسات شكرا